أهو تو 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 اللهم صل على سيدنا محمد أهو تو تو سابقة خطيرة وصفت بالمعايير الأمنية بمثابة إعلان حرب تقصف ويران العراق تحت ذريعة الرد على إسرائيل دون أن تحقق هدفها بقتيل واحد على الأقل غير أن الضربة التي شملت 12 صاروخاً بلستياً في الواحدة فجر الأخد الثالث عشر من أذار قلبت موازين المشهد العراقي إلى إعلان حالة إنذار قصوى لما يمكن أن توصف به السيادة على أنها حبر على ورق في دفتر العلاقات الإيرانية العراقية قناة التغيير وفور التغطية المباشرة للحدث الذي هز أركانا لاستقرار المنشود مستقبلا حصلت على معلومات حصرية حول قدرة الصواريخ الباليستية التي قصفها الحرص الثوري المتبني للعملية على العلن حيث أفادت المعلومات استهداف مطار أربيل بصواريخ الباليستية متوسطة المدى يتراوح مداها بين 200 إلى 300 كم وهي من نوع فاتح يتميز بأنه يعمل بالوقود الصلب طوله 9 أمتار وقدره أقل من متر يمكن أطلق هذا الصاروخ من منصة متحركة أو منصة ثابتة انطلقت الصواريخ من قاعدة سهند الصاروخية جنوب غرب مدينة تبريز الإيرانية وتقع القاعدة بين جبال يصل ارتفاعها إلى 1600 متر تتميز هذه القاعدة بكونها قاعدة أنفاق تحت الأرض وانطلقت الصواريخ من فتحات متخصصة تفتح وتغلق لكي لا يتم رصدها بالأقمار الصناعية مسؤول أمريكي كشف عن انطلاق الصواريخ من محافظة كرمنشاه الحدودية المجاورة محافظ أربيل أميد خوشناوة قال إن صواريخ من طراز جراد سقطت في محيط القنصلية الأمريكية في أربيل الانفجارات المرعبة التي وثقها السكان بكاميرا الهاتف فتحت الباب مجددا على نيران انتهاك السيادة العراقية التي يمكن القول بحسب المحذرين لتدعيات العملية في أربيل أنها بمثابة تدمير لبنية العراق السياسية والأمنية وتخريبا تحت ذرائع قد تكون مفاتيح لما هو أخطر في المستقبل القريب اشتركوا في القناة